الحقيقة نيجي بقى للموضوع الحقيقة اللي النهاردة أنا موجود فيه وسعيد بتواجدي فيه بحضراتكم بصحبة عدد من المستثمرين وشركات الاستثمار العاملة في مصر وهو حرص الدولة على حل مشاكل المستثمرين اللي كانت موجودة ومازالت موجودة أيضا على الأرض والحقيقة ممكن حضراتكم تتذكروا أن كان هناك قرار بأن تنشأ وحدة لحل مشاكل المستثمرين والوحدة دي تحت إشراف المباشر برئاسة مساعد أول رئيس الوزراء وعضوية رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وكل الجهات السيادية والرقابية اللي موجودة في الدولة علشان ناخد قرارات سريعة وحاسمة في حل مشاكل الاستثمار اللي موجودة في الدولة المصرية بالإضافة إلى الأليات الأخرى اللي موجودة ويمكن إحنا كنا حرصين أن نحن بقدر الإمكان نعلم عن هذه الوحدة ونحاول أن نشجع كل المستثمرين أن هم يتقدموا عليها وأيضا بالإضافة لده أطلقنا بوابة إلكترونية لنفس الموضوع علشان اللي مش عايز يجي ويتقدم بصورة مباشرة يقدر من خلال هذه البوابة أيضا أن هو يتقدم بمشكلته إحنا من ساعة ما بدأنا هذا الموضوع تلقينا ألف ستمية وخمستاشر شكوى تم الحقيقة البت في ألف متين وستين شكوى منهم يعني تمانين في المئة منهم خدنا فيهم قرارات نهائية الألف متين وستين شكوى دول منهم ألف قرار اللي إحنا بتنا فيهم منهم ألف شكوى طلع القرار لصالح المستثمر فيعني أنا بس حبيت أن أنا أقول لحضراتكم التحرك اللي إحنا بنشتغل عليه الوحدة دي بتجتمع بحد أقصى كل إسبوعين أحيانا بتجتمع كل إسبوع فيها كل الجهات وأنا بنتهز الفرصة أن أوجه لكل الجهات المشاركة في هذه الوحدة الشكر والتقدير على استجابتهم وعلى سرعة اتخاذ القرارات عشان نقدر أن احنا يعني نحيل وناخد قرارات إيجابية فيما يخص مشاكل وأنا حقولها لحضراتكم وممتال أمانة بعض هذه المشاكل كان ممكن يبقى يعني يبقى لها سنوات يعني كانت موجودة خلال سنوات وكنا لازم ناخد فيها قرارات حاسمة علشان نقدر أن احنا نحل مشاكل الاستثمار وندي رسائل الإيجابية أن الدولة المصرية منفتحة في هذا الصدد